بسم الله الرحمن الرحيم سلام على بقية الله سلام عليكم يا باحثا عن حسين عن حسين يا سائلا عن حسين عن حسين هذا هو الحسين برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة مجموعة حلقات هذا هو الحسين إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين مراجع النجفي وكربلاء الأموات منهم والأحياء إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سوى الحلقة السادسة والتسعون بعد المئة يا حسين يا حسين البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة العامنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك هذا هو الجزء الثالث من عنواننا ثأر الحسين السر الأعظم للرجعة العظيمة في الحلقة الماضية وصلت معكم متسلسلا في حديثي إلى سورة نوح لا أريد أن أكرر الكلام المتقدم في الحلقة الماضية كي أن تفع من الوقت إلا أنني أذكركم بالجهة التي وصلت إليها كي أواصل حديثي في هذه الحلقة حددتكم عن العلاقة الوثيقة ما بين التشريع والتكوين وحينما أتحدث عن التشريع إنني أتحدث عن التشريع الصحيح عن التشريع الصادر من أهله إنه التشريع الصادر من محمد وآل محمد فقط التشريع الصادر من محمد وعلي وفاطمة وأبناء فاطمة من المجتبى إلى القائم ما صدر عن هؤلاء فهذا هو التشريع الصحيح وما صدر عن غيرهم أي كان فما هو بتشريع صحيح قطعا أبرز مصداق للتشريع غير الصحيح مراجع النجفي وكربل فتاواهم مستنبطة وفقا للبرنامج الشيطاني الذي جاءنا به الطوسي من مزابل الشوافع والمعتزلة إنه برنامج أنه برنامج الطوسي لاستنباط الأحكام الشرعية واستنباط العقائد وتفسير القرآن وسائر ما يتعلق بالثقافة الدينية جاءنا ببرنامج شيطاني ضال قذر وحينما أسس حوزته في النجف جعل ذلك البرنامج الشيطاني القذر منهجا لها ولا زال مراجع النجف وكربلاء يعملون بذلك المنهج الشيطاني القذر فما يصدر منهم من فتاوى مصداق واضح للتشريع غير الصحيح فحديثي هنا عن علاقة التشريع بالتكوين إنه التشريع الصحيح هو التشريع الصادر عن محمد وآل محمد فقط وفقط قرأت عليكم مما جاء في سورة نوح فقلت استغفروا ربكم نوح النبي هكذا يقول لقومه فقلت تستغفروا ربكم إنه كان غفارا الكلام يشير إلى منظومة التشريع والدين ماذا يترتب على الالتزام بالتشريع الصحيح فهذا نبي قطعا يخبر قومه بتشريع صحيح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا هذا شأن ديني ماذا يترتب عليه يترتب عليه شأن كوني يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنهت ويجعل لكم أنهارا كل هذا تكوين في تكوين في تكوين وهذا التكوين مرتبط بذلك التشريع ما لكم لا ترجون لله وقار وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا ما لكم لا ترجون لله وقار إشارة إلى منظومة الدين في العقيدة السليمة إنما يرجى الوقار لله في العقيدة السليمة الصحيحة وما يترتب عليها من تفاريع الدين في العبادات والطقوس والمعاملات والأخلاق ما لكم لا ترجون لله وقار وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا بحسب حديث الكساء اليماني فكل هذا خلق لأجلهم صلوات الله عليهم إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية إلى سائر ما جاء في حديث الكساء اليماني الشريف الذي تعرفونه ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلك منها سبلا فجاجا الكلام كله في أجواء التكوين وكان الحديث عن أجواء التشريع وعن الترابط ما بين التشريع والتكوين هذا المنطق هو منطق القرآن من أوله إلى آخره أأخذ لكم آية من الآيات على سبيل المثال ما جاء في سورة الأعراف في الآية السادسة والتسعين بعد البسملة ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا إيمان وتقوى إنها منظومة الدين في أبعادها العقائدية وأبعادها العملية التطبيقية ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض هذا الفتح فتح تكويني وهذه البركات من السماء والأرض بركات تكوينية ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا هذا تشريع يرتبط به تكوين لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا هذبوا هذا تكذيب بالشأن الديني فأخذناهم بما كانوا يكسبون أخذناهم تكوينيا فالترابط ما بين التشريع والتكوين في الحالات الإيجابية وفي الحالات السلبية واضح في هذه الآية وفي الآيات التي في سورة نوح وفي سائر آيات الكتاب الكريم أعتقد أن القضية صارت واضحة وواضحة جدا فإذا كان شأن الناس من أمثالنا الحديث عن قوم نوح والحديث عن أهل القرى في سورة الأعراف فهؤلاء ناس من أبناء آدم كأمثالنا إذا كان الشأن التكويني يأخذ المساحة الأكبر في حياتنا فماذا تقولون عن حسين وآل حسين الذين كل التكوين لأجلهم وصدر من فيضهم وهو قائم بلطفهم ومرده إليهم وسلطتهم تهيمن على كل ذرة فيه وذل كل شيء لكم فكيف لا يكون التكوين مسارا لمشاريعهم وبرامجهم المشروع الأعظم لأصحاب الكساء هو مشروع الحسين والذي يتجلى بشكل تطبيقي على الأرض في مشروع إمام زماننا عند ظهوره الشريف فهذه المشاريع الجانب التكويني فيها هو الجانب الأكبر فما بالكم بالرجعة العظيمة التي هي مسار تكويني في كل أبعادها وفي كل جهاتها الجانب التشريعي يقع في حواش حواشها حتى يتجلى دين محمد صلى الله عليه وآله في أبهى صوره في أكمل مراتبه في الدولة المحمدية العظمى التي هي في آخر مراحل عصر الرجعة العظيمة وحيث تتجلى جنة الأرض وهذا التجلي حقيقة تكوينية فدولة محمد صلى الله عليه وآله العظمى في آخر عصر الرجعة العظيمة الجانب التكويني هو الجانب الحاكم فيها وهو الجانب الطاغي والظاهر والواضح فيها وما التشريع إلى برنامج للتعامل مع شؤون تلك الجنة المحمدية التكوينية العظمى في عالم الدنيا في أرضنا هذه التي هي الأخرى ستتغير تكوينيا الحكاية عظيمة عظيمة نذهب إلى فاصل المصدقات السلام عليك يا عقا عبد الله عبد الله و للعبراه التي حلت به رائع علیکم اللي سلام الله عبدا ما بقی تو و بقی الليل و النهاد و لا جاله اللهم آخر الهد منی لزیارتكم السلام علی الهسان و علی ابن و لا اولاده الهسان و لا اولاده الهسان لا زال حديثي يتواصل في اجوائي سورة نوح حديثي عن نوحن النبي وما جرى عليه وما جرى على يديه تقریب ومثال اريد ان اصل من خلاله الى ان اقرب لكم معنى الثأر الحسيني فعنوان هذه الحلقات وهذه هي الحلقة الثالثة تحت نفس العنوان ثأر الحسين ثأر الحسين السر الاعظم للرجعة العظيمة اريد ان اقرب لكم الفكرة من ان الحديث تحت عن ثأر الحسين ليس بالضرورة ان يكون من طريق الحروب هذا موضوع دقيق وعمق عليكم ان تصطبروا علي حتى اكمل حديثي في هذا الموضوع ساعرض بين ايديكم لوحتين الثانية موضوع واحد لكن اللوحة الثانية تكمل اللوحة الاولى اقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة ثلاثمية وواحد وثمانين للهجرة وطبعة طبعة مؤسسة النشر الاسلامي قموا المقدسة صفحة مية واربعة وستين الحديث الاول بسنده عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال قال أصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليهما لما أظهر الله تبارك وتعالى نبوة نوح وأيقن الشيعة بالفرج لماذا أيقنوا بالفرج؟ لأن المؤمنين منذ زماني مقتل هابيل وهم ينتظرون القائمة بالحق في ذلك المقطع الزماني الذي هو نوح النبي له علامات له بشائر الحكاية مفصلة وأنا لا أريد أن أدخل في هذه التشققات التي ستأخذني يميناً ويساراً سأقف عند نصوصي هذه اللوحة عند عبائر هذا الحديث لما أظهر الله تبارك وتعالى نبوة نوح وأيقن الشيعة بالفرج إنهم شيعة منهج هابيل والذين يقفون بمواجهة شيعة منهج قابيل لما أظهر الله تبارك وتعالى نبوة نوح وأيقن الشيعة بالفرج ما الذي جرى اشتدت البلوة اشتدت البلوة على نبيهم نوح وعليهم اشتدت البلوة اشتدت البلوة وعظمت الفرية إلى أن آل الأمر إلى شدة شديدة شديدة نالت الشيعة والوثوب على نوح بالضرب المبرح حتى مكث نوح في بعض الأوقات مغشيا عليه ثلاثة أيام بسبب الضرب أي ضرب هذا يجري الدم من أذنه ثم أفاق وذلك بعد ثلاث مئة سنة من مبعثه ثلاثمئة من السنين واشتد البلاء على نوح وأتباعه بعد ثلاثمئة من السنين وهو في خلال ذلك يدعوهم ليلا ونهارا نهارا فيهربون ويدعوهم سرا فلا يجبون يدعو قومه ويدعوهم علانية فيولون يدعوهم سرا أي يختلي بأفراد منهم بفرد وحد أو بعدد قليل منهم بعيدا عن المجموع وعن أنظار الكبراء ويدعوهم سرا فلا يجبون ويدعوهم علانية في نواديهم في ساحاتهم فيولون فهم بعد ثلاثمئة سنة بالدعاء بالدعاء عليهم وجلس بعد صلاة الفجر للدعاء فهبط إليه وفد من السماء السابعة وهم ثلاثة أملاك فسلموا عليه ثم قالوا له يا نبي الله لنا حاجة قال وماهي قالوا تؤخر الدعاء على قومك فإنها أول سطوة لله عز وجل في الأرض أول سطوة ماحقة وهذا ما تحقق في الطوفان فإنها أول سطوة لله عز وجل في الأرض قال قد أخرت الدعاء عليهم ثلاثة مئة سنة أخرى وعاد إليهم فصنع ما كان يصنع من دعوته وإرشادهم ويفعلون ما كانوا يفعلون لا يستجيبون له بالضبط مثلما جاء في سورة نوح قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا المضامين هي هي دعاهم بالسر ودعاهم بالعلن مثل ما يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه وهو في خلال ذلك في القرون الثلاثة الأولى وهو في خلال ذلك يدعوهم ليلا ونهارا فيهربون ويدعوهم سرا فلا يجيبون ويدعوهم علانية فيولون وبعد أن نزل وفد الملائكة من السماء السابعة وطلبوا من النبي أن يؤخر دعوته على قومه فأعطاهم مهلة ثلاثا ثلاثا مئة من السنين وفعل نفس ما فعل في القرون الثلاثة الأولى وهم فعلوا نفس ما فعلوا مع نبيهم حتى إذا انقضت ثلاثا مئة سنة أخرى ويئس من إيمانه جلس في وقت ضحى النهاري للدعاء فهبط عليه وفد من السماء السادسة وهم ثلاثة أملاك فسلموا عليه وقالوا نحن وفد من السماء السادسة خرجنا بكرة بكرة من أول النهار من أول الصبح خرجنا بكرة وجئناك ضحوة وقت الضحى ثم سألوه مثل ما سأله وفد السماء السابعة من أن يؤخر دعوته على قومه فأجابهم إلى مثل ما أجاب أولئك إليه أعطى قومه مهلة أخرى ثلاثة قرون أي صبر عند هذا النبي فأجابهم إلى مثل ما أجاب أولئك إليه وعاد نحن النبي إلى قومه يدعوهم فلا يزيدهم دعاؤه إلا فرارة حتى انقضت حتى انقضت ثلاثمائة سنة تتمت تسعمائة سنة فصارت إليه الشيعة وشكوا ما ينالهم من العامة من عامة قومهم والطواغيت وما ينالهم من الطواغيت من كبرائهم وَسَأَلُوهُ الدُّعَاءَ بِالْفَرَجِ وَسَأَلُوهُ الدُّعَاءَ بِالْفَرَجِ فَهَبَطَ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَجَابَ دَعْوَتَكَ فَقُلْ لِلشِيَعَةِ يَأْكُلُ الْتَمْرِ مَا هُمْ عِرَاقِيُونَ وَالْتَمْرُ عِرَاقِيُونَ فَقُلْ لِلشِيَعَةِ يَأْكُلُ الْتَمْرِ فَقُلْ لِلشِيَعَةِ يَأْكُلُ الْتَمْرِ لِيَأْكُلُ الْتَمْرِ إِنَّهُ أَمْرٌ فَقُلْ لِلشِيَعَةِ يَأْكُلُ الْتَمْرِ وَيَغْرُسُ النُوَى بعد أن يأكلوا التمر ويراعوه حتى يثمر فإذا أثمر فرشت عنهم إذا أردنا أن نزرع نواء التمر فإن هذا النوى لن تنوى منه النخلة وتثمر إلا بعد سنين ربما تصل إلى ست سنوات سبع سنوات ثمان سنوات ثمان سنوات حتى تنمو النخلة وحتى تثمر فجبرائيل قال لنوح النبي بعد أن دعا على قومه بعد تسعمائة سنة إن الله تبارك وتعالى أجاب دعوتك فقل للشيعة يأكل التمر ويغرس النوى ويراعوه حتى يثمر فإذا أثمر فرشت عنهم فحمد الله وأثنى عليه وعرفهم ذلك عرف الشيعة ذلك فاستبشروا به فأكلوا التمر وغرسوا النوى وراعوه من الرعاية حتى أثمر نبت النخل وأثمر تمرا ثم صاروا إلى نوح بالتامر قالوا هذا هو التامر يا نبي الله وسألوه أن ينجز لهم الوعد فسأل الله عز وجل في ذلك فأوحى الله إليه قل لهم كلوا هذا التامر كلوا هذا التامر وغرسوا النوى فإذا أثمر فرشت عنكم فلما ظنوا أن الخلف قد وقع عليه ليس هناك من فرجين ارتد منهم ارتد منهم الثلث وثبت الثلثان فأكلوا التامر وغرسوا النوى حتى إذا أثمر أتوا به نوحا في المرة الثانية اللهم ما أمرهم أن يزرعوا الفسائل لأن الفسائل تنمو منها النخلة وتثمر بشكل أسرع من نماء النخلة من النوى فما أمرهم بزراعة الفسائل أمرهم بزراعة النوى فإن النخيل يحتاج إلى زمان أطول حتى ينمو وحتى يثمر إذا كان النخيل قد زرع بواسطة النوى وليس بواسطة الفسائل الفسائل جمع لفسيلة وهي الشجرة الصغيرة من النخل وغير النخل فأكلوا التمر وغرسوا النوى في المرة الثانية حتى إذا أثمر أتوا به نوحا فأخبروه وسألوه أن ينجز لهم الوعد فسأل الله عز وجل في ذلك فأوحى الله إليه قل لهم كلوا هذا التمر وغرسوا النوى فارتد الثلث الآخر وبقي الثلث فأكلوا التمر وغرسوا النوى فلما أثمر أتوا به نوحا ثم قالوا له لم يبقى منا إلا القليل ونحن نتخوف على أنفسنا بتأخر الفرج أن نهلك فصلى نوحا ثم قال يا رب لم يبقى من أصحابي إلا هذه العصابة والعصابة القلته من الرجال التي اتفقت على رأيهم واحد وإني أخاف عليهم الهلاك إن تأخر عنهم الفرج فأوحى الله عز وجل إليه قد أجبت دعائك فاصنع الفلك فاصنع السفينة وكان بين إجابة الدعاء وبين الطوفان خمسون سنة هذه الرواية مجملة فإن نوحا أمر أتباعه أتباعه سبع مرات خمسون سنة النخلة إذا ما زرعت بواسطة النوى فإنها تحتاج إلى ما بين ست إلى ثمان سنوات قد تنمو في ست سنوات في سبع سنوات فاضربوا سبعا في سبع الناتج ما هو سبع في سبع إذاوي تسعة وأربعين اللوحة الثانية ستحدثنا عن ذلك هذه اللوحة كانت لوحة إجمالية سبعا وهذا الإجمال ربما من قبل الرواة فهذه الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه والرواية الأخرى هي أيضا عن إمامنا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام من حديثا طويلا إنه الحديث الذي رواه لنا سدير الصيرفي حينما دخل هو والمفضل وأبو بصير وأبان هؤلاء من رموز الشيعة ومن رموز أصحاب إمامنا الصادق دخلوا عليه والحديث طويل وأنا أقرأ عليكم من المصدر نفسه من كمال الدين وتمام النعمة من طبعة نفسها صفحة ثلاثمية وثمانية وثمانية الإمام الصادق يحدث أصحابه عن سنن غيبات الأنبياء وعن السنن التي جرت في الأنبياء والتي ستتحقق في الغيبة المهدوية إلى أن وصل الكلام عن الذي جرى في زمان نوح النبي وأما إبطاء نوح فإن الإمام الصادق يقارن بين إبطاء ظهور الإمام وبين إبطاء طوفان نوح وما جرى من التفاصيل وأما إبطاء نوح فإنه لما استنزلت العقوبة على قومه من السماء استنزلت الذي استنزلها نوح النبي بعد صبر طويل بعد تسعمائة من السنين فإنه لما استنزلت العقوبة على قومه من السماء بعث الله عز وجل الروح الأمين جبرائيل بسبع نويات رمزية للنخيل الذي سيغرس بسبع نويات فقال يا نبي الله إن الله تبارك وتعالى يقول لك إن هؤلاء خلائقي وعبادي الحديث عن العراقيين من قوم نوح إن هؤلاء خلائقي وعبادي ولست أبيدهم بصاعقة من صواعقي إلا بعد تأكيد الدعوة وإلزام الحجة فعاود اجتهادك في الدعوة لقومك فإني مثيبك عليه واغرس هذه النوى فإن لك فإن لك في نباتها في نباتها في نموها وبلوغها وإدراكها إذا أثمرت الفرج والخلاص فبشر بذلك من تبعك من المؤمنين فلما نبتت الأشجار أشجار النخيل وتأزرت وتسوقت وتغصنت وأثمرت وزهى التمر عليها صار ناضجا مثمرا وزهى التمر عليها بعد زمان طويل استنجز من الله سبحانه وتعالى العدى الموعد فأمره الله تبارك وتعالى أن يغرس من نوى تلك الأشجار ويعاود الصبر والإجتهاد ويؤكد الحجة على قومه فأخبر بذلك الطوائف التي آمنت به فارتد منهم ثلاث مئة رجل وقالوا لو كان ما يدعيه نوح حقا لما وقع في وعد ربه خلف ثم إن الله تبارك وتعالى لم يزل يأمره عند كل مرة بأن يغرسها مرة بعد أخرى إلى أن غرسها سبع مرات فما زالت تلك الطوائف من المؤمنين ترتد منه طائفة بعد طائفة إلى أن عاد إلى نيف وسبعين رجلا بعدد أصحاب الحسين إلى أن عاد إلى نيف وسبعين رجلا أسرار هذه أسرار هذه ثقافة العثرة الطاهرة مشحونة بالأسرار وليس جزافا أقرأ عليكم من سورة نوح وأحدثكم بحديث نوح والعنوان ثأر الحسين السر الأعظم للرجعة العظيمة أنا لا أحدثكم بحديث جزافي كل منطلقاتي وكل غاياتي وكل مبادئي وكل قواعدي إنني أستقيها من عميق ثقافة الكتاب والعترة أتمنى عليكم أن تدركوا هذه الحقيقة وأن تتابعوا معي بعمق وتدبر وتفكر بعيدا عن الثقافة التي تعودتم عليها من ثقافة سفهاء حوزة النجف وكربلاء أولئك المسخرة الذين تلقبونهم بأعظم الألقاب وأكبرها على أي حال أعود إلى حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ثم إن الله تبارك وتعالى لم يزل يأمره عند كل مرة بأن يغرسها مرة بعد أخرى إلى أن غرسها سبع مرات كما قلت لكم النخلة التي تنمو من نوات تحتاج إلى ست سنوات إلى سبع سنوات وفي بعض الأحيان تحتاج إلى ثمان سنوات فاضربوا كما قلت لكم سبعا في سبعا فهذه هي المدة مدة الخمسين المؤمنين إلى أن غرسها سبع مرات فما زالت تلك الطوائف من المؤمنين ترتد منه طائفة بعد طائفة إلى أن عاد إلى نيف وسبعين رجلا هذه عملية التطهير الثأر الحسيني عملية تطهير الثأر الحسيني عملية تنقية وطوفان نوح ثأر هذا ثأر لدماء هابيل وجريان دماء هابيل هي جزء من برنامج يعود في بنيته التكوينية إلى دم حسين صلوات الله وسلامه عليه ومرت علينا الآيات بحسب تفسيرهم والروايات والأدعية والزيارات وهي ترسم لنا لوحة متكاملة لا نقص فيها ولا عيب فيها ولازال الحديث متواصلا في نفس هذا الاتجاه إلى أن عاد إلى نيف وسبعين رجلا فأوحى الله تبارك وتعالى عند ذلك إليه وقال يا نوح الآن أسفر الصبح عن الليل لعينك حين صرح الحق عن محضه الراجعون من هم؟ هم الثائرون لدم الحسين الذين محضوا الإيمان محضا هذه صحائف مختصرة وموجزة عن الذي سيجري في برنامج الخلافة الأعظم من مهديهم في العصر القائمي الأول إلى محمدهم المصطفى في آخر عصر الرجعة العظيمة فأوحى الله تبارك وتعالى عند ذلك إليه إلى نوح النبي وقال يا نوح الآن أسفر الصبح عن الليل لعينك حين صرح الحق عن محضه وصف الأمر والإيمان من الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيثة كيف تكون الطينة الشيعية خبيثة بخبث العقيدة هي في أصلها طينة طيبة لكنها تخبث بالعقيدة الناصبية طهروا طينتكم يا أشياء علي من الخبث الذي لحق هذه الطينة من قذارة وخبائث مراجع النجف وكربلاء الذين نجسوا عقائد أجدادنا وآبائنا منذ زمان الطوسي منذ ذلك الزمان المشؤوم وهم يضخون النجاسات والرجاسات والخبائث في عقول الشيعة جلبوها لنا وتسوقوها لنا من أسواق سقيفة بني ساعدة من كل تلك القذارات والأوساخ وذلك الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيثة فلو أني الله يقول لنوحن النبي فلو أني أهلكت الكفار وأبقيت من قد ارتد من الطوائف التي كانت آمنت بك لما كنت صدقت وعدي السابق للمؤمنين الذين أخلصوا التوحيد من قومك واعتصموا بحبل نبوتك بأن أستخلفهم في الأرض وأمكن لهم دينهم وأبدل خوفهم بالأمن لكي تخلصوا العبادة لي بذهاب الشك من قلوبهم وكيف يكون الاستخلاف والتمكين وبدل الخوف بالأمن مني لهم مع ما كنت أعلم من ضعفي يقين الذين ارتدوا وخبثطينهم وسوء سرائرهم التي كانت تلك السرائر التي كانت نتائج النفاق وسنوح الضلالة سنوح الضلالة ما سنحت به الضلالة وما تفرع منها والنفاق والضلالة في العقيدة له في العبادات وحتى إذا كان في العبادات فإن الأساس هو في نفاق العقيدة فالعبادة فالعبادة مظهر للعقيدة وإذا كان فيها من نفاق فبسبب النفاق في العقيدة كما قلت لكم فإن خبثطينة يأتي من خبث العقيدة وخبث العقيدة يأتي من الفكر الناصبي من الفكر البعيد عن منهج العترة الطاهرة إذا أردنا أن نطبق هذا الذي في أيام نوح النبي على زماننا هذا والإمام الصادق يريدنا أن نطبقه لأن الإمام الصادق إنما جاء بهذه المطالب في هذا الحديث الطويل كي يبين لنا نحن 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 الذين نعيش زمان غيبة إمامنا كيف تنطبق سنن الأنبياء على زمان الغيبة فلو أنهم هؤلاء أصحاب الطينة الخبيثة بالعقيدة الناصبية فلو أنهم تسنموا مني الملك الذي أوتي المؤمنين وقت الاستخلاف إذا أهلكت أعداءهم لنشقوا روائح صفاته نشقوا روائح صفات الملك ولستحكمت سرائر نفاقهم لأنهم من طلاب الرئاسة وأقبحوا طلاب الرئاسة في تأريخنا هم مراجع الدين يتهارشون على الزعامة الدينية كما تتهارش الكلاب على الجيف أقبحوا طلاب الرئاسة في تأريخ التشيع هم آهات الله العظمى في النجف وكربلاء مراجع الدين أقبحوا الناس في طلب الرئاسة لأنهم ينصبون الدين كمائن للشيعة ويغتالون عقائد الشيعة ومن هنا فإن الإمام صادق وصفهم بأنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه فبنوا أمية طلاب دنيا والذي حمل رأس الحسين إلى الكوفة ماذا أعطاه عبيد الله ابن زياد جائزة كتب التأريخ تذكر من أن عبيد الله أعطاه جائزة أعطاه أربعة دراهم جائزة حمل رأس الحسين من كربلا إلى الكوفة رمى إليه بأربعة دراهم على الأرض هذا هو واقع الدنيا مراجع الدين في النجف و كربلا أخس من هذا وهذا الوصف من أنهم يتهارشون على المرجعية تهارش الكلاب على الجيف هذا الوصف ليس مني هذا كلام مرجع من أكبر مراجع الشيعة زمان الغيبة الصغرى إنه أشى المغاني أكبر مرجع شيعي زمان الغيبة الصغرى كل الشيعة كانوا يعملون برسالته العملية التي عنوانها التكليف كتاب التكليف الرسالة العملية التي كانت الشيعة تعمل بها زمان الغيبة الصغرى بأمر بأمر من النواب الخاصين لصاحب العمر ولكن الرئاسة و المرجعية و الزعامة الدينية و طمعه في النيابة الخاصة أدى به أدى به إلى فساد عظيم لعنه صاحب الأمر وهذه الكلمة نقلها الشيخ الطوسي نفسه في كتابه الغيبة عن الش المغاني من أنه كان يقول من أننا كنا نتهارش على الزعامة الدينية على المرجعية الدينية هو مع سائر مراجع الشيعة الآخرين إننا نتهارش عليها تهارش الكلاب على الجيث هذه الحالة إلى يومنا هذا مراجع النجف و كربلاء يتهارشون على المرجعية تهارش الكلاب على الجيث هم أسوأ حالاً من هذا الذي حمل رأس الحسيني إلى ابن زياد جائزته كانت أربعة دراهم وهؤلاء يتصارعون على دراهم الخمس سود الله وجواه الإمام الصادق يقول عنهم من أنهم أضروا على ضعفاء شيعتنا ضعفاء الشيعة ضعفاء العقيدة ما هم ضعفاء البدن ما هم ضعفاء الجيب والأموال ضعفاء العقيدة فمراجع النجف و كربلاء أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه فلو أنهم هؤلاء الذين كانت طينتهم خبيثة من الذين آمنوا بنوح النبي من شيعة نوح و إنما خبثت طينتهم بسبب خبث عقائدهم فلو أنهم تسنموا مني الملك الذي أوتي المؤمنين وقت الاستخلاف إذا أهلكت أعداءهم لنشهقوا لشموا ونشقوا تعبير دقيقا مرة تأتي الرائحة هكذا من دون طلب مني فتدخل إلى مسارب أنفي فأشمها و مرة أخرى أنا أبحث عنها أتنشقها تنشقا لنشقوا روائح صفاتي هم يبحثون عن رائحة الملك فلو أنهم تسنموا مني الملك الذي أوتي المؤمنين وقت الاستخلاف إنني أقدمه للمخلصين إذا أهلكت أعداءهم وهؤلاء يكونون بينهم لنشقوا روائح صفاته لنافسوهم ولستحكمت سرائر نفاقهم وتأبدت حبال ضلالة قلوبهم ولكاشفوا إخوانهم بالعداوة كاشفوا إخوانهم الذين طينتهم طيبة وحاربوهم على طلب الرئاسة والتفرد بالأمر والنهي هذا هو واقعنا هذا هو واقع الشيعة منذ زمان الطوسي بعد الطوسي صارت المرجعية هو نقل المرجعية إلى ولده ذلك الغبي ذلك الخبيث والذي بقي في المرجعية ما يقرب من ستين سنة كان جاهلاً غبياً خبيثاً ناصبياً قذراً يضحكون عليكم حين يمدحونه كان غبياً وجاهلاً وخبيثاً وناصبياً كان مشبعاً بالفكر الناصبي بقي ستين سنة فعل ما فعل بالشيعة ودمر كل الذين فتحوا أفواههم معترضين على ذلك المنهج الطوسي القذر القرائن تشير إلى ذلك وقد تحدثت عن هذه التفاصيل في برامجي المختلفة ولكاشفوا إخوانهم بالعداوة وحاربوهم على طلب الرئاسة والتفرد بالأمر والنهي وكيف يكون التمكين في الدين وانتشار الأمر في المؤمنين مع إثارة الفتن وإيقاع الحروب كلا واصنع الفلك بأعيننا ووحينا قال الصادق عليه السلام وكذلك القائم فإنه تمتد أيام غيبته ليصرح الحق عن محضه ويصف الإيمان من الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيثة من الشيعة الذين يخشى عليهم النفاق إذا أحسوا بالاستخلاف والتمكين والأمن المنتشر في عهد القائم ولذا سيخرج مراجع النجف جميعا لحربه كي يقضى عليهم كي تتطهر الأرض من هذه النجاسات هذا هو الذي حدثتنا أحاديث العترة الطاهرة عنه فإن أصحاب العمائم في النجف وكربلاء سيخرجون هم والذين يقلدون هم سيحاربون صاحب الأمر وسيقضى عليهم من أولهم إلى آخرهم كي تتطهر الأرض من نجاستهم هذا الحديث عن مراجع النجف وكربلاء في زمان الظهور الروايات حدثتنا وأخبرتنا عن ذلك من أنهم سيبايعون السفياني ومن أنهم سيحاربون صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه وسيقضى عليهم ألا لعنة الله عليهم ألا لعنة الله عليهم ألا لعنة الله عليهم وقت أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن صار وشيكان نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم بحسب التوقيت المحلي بحسب التوقيت المحلي بحسب التوقيت المحلي بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن كنت أقرأ عليكم من حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حيث يحدثنا أقرأ عن ما جرى في زمان نوح النبي وعن وجه المطابقة بين السنن الجارية آنذاك وما يجري في زمان غيبة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه فيقول إمامنا الصادق وكذلك القائم فإنه تمتد أيام غيبته ليصرح الحق عن محضه ويصف الإيمان من الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيثة من الشيعة الذين يخشى عليهم النفاق إذا أحسوا بالاستخلاف والتمكين والأمن المنتشر في عهد القائم لن أذهب بكم بعيدا سأعرض لكم هذا الفيديو الذي يتحدث فيه أحد مراجع النجف المعاصرين السيد علي الحسني البغدادي يتحدث فيه عن نماذج من المراجع الذين يعرفون بالقداسة والزهادة هكذا يقال عنهم بالنسبة لي لا أصدق ذلك هذه أكاذيب أمامة النجف ولكن في أجواء حوزة النجف هكذا يقال عنهم أمثال شيخ طه نجف فالسيد علي الحسني البغدادي يحدثنا عن أنه لم يكن أراضيا ولم يكن محبا ولم يكن منتظرا لظهور إمام زمانه لأنه لا يريد للإمام أن يظهر يخاف على نفسه الارتداد لأنه سيدخل في صراع وفي حرب على الرئاسة مع إمام زمانه هذه هي الحكاية وهذه الحكاية حكاية جميع المراجع من زمان الطوسي وإلى يومنا هذا وإلى الذين سيأتون بعد هذا اليوم إلى يوم الظهور الشريف حيث يخرجون لحرب إمام زماننا ألا لعنة الله عليهم أنني ألعن المراجع الذين سوف يخرجون لحرب إمام زماننا من مراجع النجفي وكربلاء ألا لعنة الله عليهم نشاهد الفيديو أكو حكمة ذكرها السيد عليه الظحم في التحصيل السيد البغداد عن شب حمطاه النجف حمطاه النجف كان من تبديد كان من تلامير الشيخ العنصاري وكان من الفقهاء المحققين ومن السحار وله آثار عجيبة وكان السيد مدعوه في التحصيل مدحا عظيما يقول لما ادعى زعم أحد الأشخاص بأنه في زمانه ظهر الحجة قال صح لا تتكلم أنا لا أرضى أن يرى الحجة في زماني لعني بيدي الزعامة المطلقة وبيدي الفتوى والقوائي والولاية والأمور الحجبية حرم أن أطهد أرجو من الله سبحانه وتعالى أن أتوفى قبل ظهوري وكان محمطاه نجف يقول السيد البغداد بالتحصيل كان كثير التشدد في النصيحة على أبنائهم على أبنائه كان شديد حتى أنقلوا على محمط الله نجف لماذا تتشدد في الإرشاد يا أولادك قال أن الأصمات من الأمور الممكنة غير الأمور المستحيل ألائحة الألماء الأكافر كانوا يخشونه أن يظهروا حج في دمانهم حظوا من التدادين ونخل لي بعض الخطباء الأخيار وهو شيخ مال الله عليه الرحمة وعمره تسعون سنة قال قرأته في بعض مؤلفات السيد القذويني سيد مهد القذويني صاحب الأنساب وهو من كبار الفقهاء والذي تحدث عنه المحدث النوري أحد الذين فاد برؤية الإمام الحجة في بعض مؤلفاته في مقدمة كتابه يدعو أن لا يظهر الحجة في دمانه حذراً أن يرتد هكذا العلماء شيد نضخيل بختك هكذا العلماء ذول طائحهم ذول معلماء ذول سرابيت أي علماء هؤلاء هؤلاء هم الذين سيخرجون لحرب الحجة ابن الحسن هم يعرفون أنفسهم بأنفسهم هذا هو واقع حوزة النجف وهذا الكلام ليس خاصاً بشخص أو بزمان معين واقع حوزة النجف منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين حينما أسسها الطوسي الشافعي المعتزلي وإلى يومنا هذا وسيستمر هذا الحال وهذا الضلال إلى يوم قيام القائم صلوات الله وسلامه عليه إلا إذا أرادوا أن يصححوا واقعهم لكن هذا الأمر في غاية البعد هؤلاء الإمام لم يكن قد ظهر وهم يجدون أنفسهم مرتدين بالله عليكم لا زرعون نخال كما في زمان نوح أولا أكلوا تمر أولا جابوا نوة كل شي ماكم لأن حرامية سرقوا صاحب الزمان سرقوا أمواله سرقوا إمامته صاروا أئمتان صاروا بديلاً عن صاحب الأمر وادعوا أنهم نواب له وهم لا يفقهون حديثه وسأبين لكم كيف أنهم كذابون أفاقون في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى حينما أحدثكم عن واقعي المرجعية الفاسد والمفسد على المستوى العقائدي وعلى سائر المستويات التطبيقية الأخرى وبالوثائق وبالأرقام والحقائق في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى أعود إلى سورة نوح وإلى الآية الثالثة والعشرين بعد البسملة من السورة وقالوا من الذين قالوا قوم نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوثا ويعوقا ونسرا وقد أضلوا كثيرا هذه العناوين هذه الأسماء أضلت كثيرا من الناس وقالوا قوم نوح لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوثا ويعوقا ونسرا وقد أضلوا كثيرا هذه لقطة مهمة نأخذها من سورة نوح ماذا يقول أئمتنا فيما يرتبط بهذه الأسماء وبهذه اللقطة المهمة من السورة أقرأ عليكم من كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق الباب الثالث بسنده بسنده عن حريز ابن عبد الله السجستاني وهو شخصية شيعية معروفة عن جعفر ابن محمد عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه في قول الله في هذه الآية التي تلوتها عليكم والتي أوردت أسماء الأصنام التي كان قوم نوح يعبدونها وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوثا ويعوقا ونسرا إمامنا الصادق يقول كانوا يعبدون الله عز وجل فماتوا هذه الأسماء أسماء قوم مؤمنين هذه الأسماء أسماء مجموعة من أولياء الله الأشخاص الذين كانوا بهذه الأسماء كانوا مؤمنين وممدوحين وماتوا أخيارا المشكلة ليست فيهم المشكلة في قوم نوح الذين استجابوا للشيطان أن صنعوا لهم أصناما وشيئا فشيئا عبدوها بعد ذلك وأسسوا دينا جديدا لهم أما هذه الأسماء فهي في أصلها أسماء أشخاص صالحين وقد ذكرت بعض أسمائهم في أحاديث أمير المؤمنين من أنهم كانوا من العباد في مسجد الكوفة في أيامهم فمسجد الكوفة مسجد قديم فبعض الأسماء وردت في أحاديث أمير المؤمنين حيث يبين فضل مسجد الكوفة فيقول من أن فلانا فلانا كانوا في هذا المسجد كانوا عبادا في هذا المسجد الصادق يقول كانوا يعبدون الله هؤلاء الأشخاص هؤلاء أولياء فماتوا فضج قومهم حزنا عليهم فضج قومهم وشق ذلك عليهم أصابهم ما أصابهم من الحزن والجزع بسبب موت هؤلاء فجاءهم إبليس لعنه الله فقال لهم أتخذ لكم أصناما على صورهم فتنظرون إليهم وتأنسون بهم وتعبدون الله فأولئك الأولياء كانوا يعلمون الناس عبادة الله وكانت الناس تعبد الله في ظل وجودهم كانوا من الصالحين فلما ماتوا أصاب قومهم الحزن الحزن الشديد فجاءهم إبليس واقترح عليهم هذا الاقتراح أن يصنع لهم أصناما على صورهم ينصبونها في الساحة الكبيرة وسط المكان الذي كانوا يقطنون فيه في الساحة الكبيرة في الميدان الكبير فينظرون إلى صورهم إلى أصنامهم كي يستأنسوا بذلك فجاءهم إبليس لعنه الله فقال لهم أتخذ لكم أصناما على صورهم فتنظرون إليهم وتأنسون بهم وتعبدون الله أنتم استمروا على منهجهم على طريقتهم فاعبدوا الله واستأنسوا بهذه الأصنام فأعد لهم أصناما على مثالهم فكانوا يعبدون الله وينظرون إلى تلك الأصنام ليس هناك من مشكلة إلى هذا الحد فلما جاءهم الشتاء والأمطار أدخلوا الأصنام البيوت صنعوا لها بيتا مكانا بدأت صناعة الدين الجديد فهذا معبد وهذه أصنام وسيتهيأ رجال دين لهذا المعبد حكاية رجال الدين وخداعهم وكذبهم في كل المؤسسات الدينية وعلى رأسها مؤسستنا الدينية الشيعية الرسمية في النجف مؤسسة الكذب والدجل والنفاق والسرقة وكل القبائح فلما جاءهم الشتاء والأمطار أدخلوا الأصنام البيوت فلم يزالوا يعبدون الله حتى هلك ذلك القرن ذلك الجيل ونشأ أولادهم فقالوا إن آباءنا كانوا يعبدون هؤلاء فعبدوهم من دون الله فذلك قول الله تبارك وتعالى لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا إلى آخر الآية الكريمة المشكلة في واقعنا الشيعي هي هي أئمتنا أطهار لكننا نصبنا لهم نوابا مزيفين فضحكوا علينا الحكاية هي الحكاية فود وسواع ويغوث ويعوق ونسر هؤلاء من أولياء الله وكانوا يعلمون الناس دين الله على أصوله الصحيحة لكن إبليس تدخل بهذه الطريقة التدريجية شيئا فشيئا وهذا هو الذي حدث في واقعنا الشيعي فجئنا بعجول بشرية لا علاقة لها بدين محمد وآل محمد إنهم غاطسون في قذارات النواصب وجعلناهم نوابا لصاحب الأمر وهم يجهلون يجهلون ثقافة صاحب الأمر يجهلون دين صاحب الأمر ويحاربون حديث صاحب الأمر ويحاربون حديث صاحب الأمر عقايد صاحب الأمر يحاربها هؤلاء السفهاء في النجاة هؤلاء أنتم نصبتموهم وأنا منكم نحن نصبناهم أجدادنا آباؤنا ونحن نحن جميعا نصبناهم عجولا بشريتا وافترضنا فيهم أنهم نواب لصاحب الأمر وهم نواب لإبليس نواب للشيطان كهذه التماثيل هذه التماثيل لا علاقة لها بود وسواع وبقية الأولياء هذه تماثيل إبليس إبليس صنعها وهؤلاء أيضا لا علاقة لهم بصاحب الأمر هؤلاء صنعهم إبليس لنا ضحك علينا إبليس وهم ضحكوا علينا ونحن ضحكنا على أنفسنا هذا هو الواقع الشيعي وإلا ما سمعتموه قبل قليل من السيد علي الحسني البغدادي عن مراجع النجف هذا منطق شخصا ينوب عن صاحب الأمر ويتحدث عن طاه نجف الذي يصفونه بالورع والزهدي وهو يقول كما حدثنا السيد علي الحسني البغدادي من أن طاه نجف يقول إن العصمة ممكنة يمكن يمكن أن يكون الإنسان معصوما لماذا صرت عظة أنت معصوم حالتك هذه حالة واحد طايع عظة اللي أنت خايف أن الإمام يظهر خاف ترتد لماذا صرت معصوم أنت هذا هو الواقع الشيعي بكل قذاراته المرجعية وبكل أوساخه الحوزوية رجاء أعيدوا لنا بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين أن يعتبروا وأن يدقق أكثر هذا هو حال مراجعكم أكو حكمة ذكرها السيد عليه الضحمة في التخصيص سيد البغدادي عن شيء حما طاه النجف حما طاه النجف كان من تبنيد كان من تلامير الشيخ العنصاري وكان من الفقهاء المحققين ومن الزهار وله آفاء عجيبة وكان السيد مدعوه في التخصيص مدحا عظيما يقول لما ادعى زعم أحد الأشخاص بأنه في زمانه ظهر الحجة قال صح لا تتكلم أنا لا أرضى أن يرى الحجة في زماني لعني بيدي الزعامة المطلقة وبيدي الفتوى على القراءة والولاية والأمور الحجبية حرما أن أطهد أرجو من الله سبحانه وتعالى أن أتوفى قبل ظهوري وكان محمد طاه نجف يقول السيد البغدادي بالتحصيص كان كثير التشدد في النصيحة على أبنائهم على أبنائه كان شديد حتى أنقلوا على محمد طاه نجف لماذا تتشدد في الإرشاد يا أولادك قال أن الأصمات من الأمور الممكنة غير الأمور المستحيل ألا أي حال الألماء الأكافر كانوا يخشونه أن يظهروا حج في دمانهم حظوا من التدادين ونقل لي بعض الخطباء الأخيار وهو شيخ مال الله عليه الرحمة وعمره تسعون سنة قال قرأته في بعض مؤلفات السيد القذويني سيد مهد القذويني صاحب الأنساب وهو من كبار الفقهاء والذي تحدث عنه المحدث النوري أحد الذين فاد برؤية الإمام الحجة في بعض مؤلفات في مقدمة كتابه يدعو أن لا يظهر الحجة في دمانه حذراً أن يرتد هكذا العلماء هكذا العلماء وهكذا المراجع هو يا شيعة أقبض من دوش إذا كان العلماء هكذا أعود إلى سورة نوح إلى الآية السادسة والعشرين بعد البسملة والتي بعدها وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجراً كفاراً هذا لون من ألوان التطهير ولون ولون من ألوان الثأر ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة دعاء إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا أقرأ عليكم من علل الشرائع لشيخنا الصدوق من الباب السابع والعشرين الحديث الأول بسنده عن حنان ابن سدير ابن سدير الصيرفي وهناك من يقرأه حنان والذي يبدو أنه حنان وليس حنان عن حنان ابن سدير عن أبيه قال قلت لأبي جعفر لإمامنا الباقري صلوات الله عليه سدير الصيرفي يقول لإمامنا الباقر أرأيت نوحا حين دعا على قومه فقال إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا فقال إمامنا الباقر صلوات الله عليه علم أنه لا ينجب من بينهم أحد قال قلت وكيف علم ذلك قال أوحى الله إليه أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن فهذا يعني لا أمل في جيل جديد سيكون مؤمنا من هنا دعا عليهم فعند هذا دعا عليهم بهذا الدعاء الذي أريد أن أشير إليه من أن هذا العنوان الثأر ليس بالضرورة أن يكون بالسيف وليس بالضرورة أن يكون من طريق الحروب فالعناوين متحركة والمصطلحات متنقلة في ثقافة الكتاب والعترة مر علينا في معنى الإحياء ومعنى القتل في التأويل الأعظم للقتل أن يخرج الإنسان من الهدى إلى الضلال هذا هو التأويل الأعظم للقتل ومن قتل ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا في هذا الأفق والإحياء إخراجها من الضلال إلى الهدى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا هذه المضامين القرآنية مرت علينا فالإحياء ليس بالضرورة أن يكون من خلال الإنقاذ من حالة قد تسبب الموت لذلك الشخص من الغرق مثلا من الحريق مثلا ومن كل الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى موت الإنسان إلى قتله فحينما نتحدث عن إحياء النفوس فليس بالضرورة أن الإحياء يكون بهذه الطريقة بل مر علينا أن التأويل الأعظم وهو التأويل الحقيقي أن نخرج الإنسان من ضلال إلى هدى والأمر هو هو في معنى القتل فليس من الضروري أن يكون القتل أن نقطع الرأس بالسيف أو أن نطلق الرصاص عليه على القتيل هذا من جملة مضامين القتل لكن التأويل الأعظم أن نخرج الإنسان من الهدى إلى الضلال التأويل الأعظم يعني المعنى الحقيقي وكذا الثأر الثأر هو التطهير أشهد أنك طهر طاهر مطهر يا حسين من طهر طاهر مطهر طهرت وطهرت بك البلاد ومر علينا من أن الله سبحانه وتعالى يستثير للحسين من جميع خلقه فهذه الاستثارة لاست بالسيوف فهل الاستثارة من الملائكة بالسيوف فهل الاستثارة من الحيوانات التي في أعماق البحار بالسيوف فهذه الاستثارة من جميع الخلق تكون مناسبة لكل صنف من أصناف المخلوقات وحتى مع البشر ليس بالضرورة أن أخذ الثأر في كل المراتب وفي كل المراحل سيكون بالسيف هناك وهناك هناك مرحلة هناك حالات يأخذ الثأر من خلال الحرب وهناك حالات أخرى لا يأخذ الثأر من خلال الحرب هذا مصداق من المصادق إنه الدعاء الدعاء الذي له تطبيق شامل أقرأ عليكم الرواية مرة أخرى سدير الصير في يقول قلت لأبي جعفر الباقر صلوات الله عليه أرأيت نوحا حين دعا على قومه فقال إنك انتذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا قال الباقر صلوات الله عليه علم أنه لا ينجب من بينهم أحد قال قلت وكيف علم ذلك وعندنا في الروايات من أنهم بعد الدعاء استمروا أربعين سنة ما أنجب منهم أحد بعد دعاء النبي علم أنه لا ينجب من بينهم أحد لا ينجب من بينهم أحد لا ينجب أحد منهم شخصا ولدا بنتا ستكون في عداد المؤمنين في عداد شيعة نوح فلما علم النبي نوح من أنه ليس هناك من مؤمن في أصلابهم فدعا فدعا عليهم فقطع نسلهم أربعون سنة قبل الطفان لم ينجب منهم أحد هذا نحو من أنحاء الثأر فليس بالضرورة أن الثأر يكون بالسيف قلت وكيف علم ذلك من أنه لا ينجب من بينهم أحد قال أوحى الله إليه أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن فعند هذا دعا عليهم بهذا الدعاء وانقطع نسلهم نذهب إلى فصل قوم 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 يا حيدر بناتك شوف بالقف يا حيدر كانت في منور خدر هي اليوم أصبح غير ومنظر صار جانت بأوطان صارت بالخيام وتسكن البر حتى الخيام بأهل هي محصن وما يمس هك الشر لن الأهل فوق افترى كلها جسد متوذرة ولن الاخيام موجر لن متسلب الخدار بخيام بخيام يوم الحرم بخيام 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 يوم الحرم بخيام ويوم الخيام عليها تتلعى بمسلبية عايد رواية رواية مهمة تأتي في هذا السياق في سياق المصطلحات المتحركة الإشارات المتنقلة أضربها لكم مثالا أقرأ عليكم من كامل الزيارات من الطبعة التي قرأت منها في الحلقات الماضية الباب الخامس والتسعون صفحة لثمية الحديث الخامس عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من باع طين قبر الحسين ماذا يقول عنه إمامنا الصادق صلوات الله عليه من باع قطعا الذي يبيع طين قبر الحسين شيعي يعتقد بأهميته لا أريد أن أقول يعتقد بقدسيته يعتقد بأهميته وإنما يبيعه لشخص شيعي آخر فهو ليس في مقام الإهانة لتربة قبر الحسين من باع طين قبر الحسين فإنه يبيع لحم الحسين ويشتريه كارثة كارثة هذا كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من باع طين قبر الحسين فإنه يبيع لحم الحسين ويشتريه هذا رجل شيعي يأخذ ترابا من تراب قبر الحسين من تراب كربلة ويبيعه لشيعي آخر وذلك الشيعي يأخذه للانتفاع به إما للتسبيح للصلاة عليه للاستشفاء به لأي غرض من الأغراض التي ترتبط بطين قبر الحسين فالأغراض كثيرة متعددة فهذا الشيعي البائع يبيع ترابا وهو لا يستهين به ويقدمه لشخص سينتفع من الإمام يقول من باع طين قبر الحسين فإنه يبيع لحم الحسين ويشتريه أي تكارذة هذه إذن ماذا نقول لهؤلاء الخطباء الكذابين السفهاء هؤلاء الذين ينقلون قذارات مراجعهم الأخبياء الناقضين لبيعة الغدير ويتقيؤون بقذاراتهم هذه في رؤوس الشيعة ينقلون الفكرة الناصبية ويقولون لكم هذا هو فكر الحسين هؤلاء ينهشون لحم الحسين وأنتم معهم أيضا لأنكم تكثرون السواد في مجالسهم وتدفعون الأموال إليهم هؤلاء ينهشون لحم الحسين إذا كان هذا يبيع ترابا التراب لا يدخل إلى الرؤوس العقائد هي التي تدخل إلى الرؤوس عقائد ضلال مراجع النجف وكربلا من المثجع الأعلى إلى المرجع الحضيط هؤلاء الخطباء والشعراء والرواديد هم الذين ينقلونها وهم مع ذلك يتعاملون عليها بالأموال فضلا عن المفاسد التي تضاف إلى ذلك الآن بعض الرواديد صاروا مثل الكاولية بالضبط مثل الكاولية هم شعراءهم كاولية كاولية أنا لا أريد أن أنتقص من الكاولية كأناس لكن هذه التعابير تعابير معروفة في ثقافتنا الشعبية يقصد منها جهة معينة بعض الرواديد الآن كاولية كاولي خصوصا خصوصا ذول يحشرون المرجعية لمدحها بمناسبة ومن دون مناسبة كاولي هذا هذا كاولي ما علاقته بالحسين كاولي لأن المراجع إمامنا الصادق يصفهم بأنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه وهذه الأوصاف تنطبق بالتمام والكمال على مراجع النجف وكربلاء من الأعلى فيهم إلى الأسفل منهم الواقع يقول هذا كتبهم عقائدهم فضائياتهم وكلاؤهم خطباؤهم كل الذي حولهم وكل الذي يصدر منهم هؤلاء ينهشون لحم الحسين وأنتم تساندونهم من باع من باع طين قبر الحسين فإنه يبيع لحم الحسين ويشتريه الحكاية طويلة طويلة وعميقة وخطيرة وكبيرة إلى أين أنتم ذاهبون أنتم الذين تسمون أنفسكم بخدام الحسين ماذا تعرفون عن الحسين وماذا تفقهون من حق الحسين تذكروا تذكروا هذه الكلمة من باع طين قبر الحسين فإنه يبيع لحم الحسين ويشتريه فماذا تقولون للذين يضحكون على الشيعة بعقائد الضلال الناصبية ويقولون لهم هذه عقائد الحسين وماذا تقولون لهؤلاء الشعراء السفلة الذين ينظمون القصائد بأسلوب مخالف لثقافة العترة الطاهرة كل الذي يريدونه أن يمدح المرجعية الفاسدة الضالة المضلة هذا هو واقعنا الشيعي أم أنني أتحدث عن واقع في المريخ ما هو هذا واقعنا الشيعي بالتمام والكمال تذكروا تذكروا كلام الصادق من باعطين قبر الحسين فإنه يبيع لحم الحسين ويشتريه فما بالكم بهؤلاء الخطباء الذين يشترطون مقادير الأموال بالدولارات ويشترطون الأماكن التي سيسكنون فيها وبعد ذلك يشترطون نوع الطعام والشراب الذي يأكلونه ويشربونه والبعض منهم يطلب من أصحاب الحسينية أو من أصحاب المجلس أن يهيئ له مجلسا مع الأخوات مع المؤمنات الصالحات وذول الغبران ما يدرون ما يدرون هذا راح يفرهد ذن البنات راح يفرهد يلعب يريد أن يقدم النصائح والتوجيه الديني لأخواتنا وبناتنا المؤمنات أبو اللقو هذه الحكاية موجودة ومتكررة ولا أريد أن أدخل في أغوار هذه التفاصيل وحتى الرواديد الذين صاروا يتعاملون كالمغنين يبحثون عن المعجبات كاولية صارت قضية كاولية كاولية والسرسرية وهتلية لكن المهم أن يمدح السيستاني إذا مدح السيستاني فحينئذ صار ملاكا ونبيا المهم يمدح المرجعية وهو هتلي سرسري ساقط وأنتم تساندونه هو ينهش بلحم الحسين بمعونة السيستاني وأنتم معه هذا هو الواقع أنا أتحدث عن أكثر الخطباء وأكثر الشعراء وأكثر الرواديد ربما توجد حالات استثنائية قليلة جدا لكن الجو العام هو هذا نذهب إلى فصل عن ميمون البام عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه خمس قبل قيام القائم اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء وخسف بالبيداء وقتل النفس الزكي عن صالح مولى بن العذراء قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول ليس بين قيامي قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا خمسة عشر ليل عن المعلى بن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجل عن الحارث بن المغير عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة لثلاث وعشرين مضينا من شهر رمضان في سورة هود لوحة من البلاغة القرآنية ترسم لنا هذا المشهد وكأنها تعرض لنا فيديو على شاشة سينمائية وهي تجري بهم في موج كالجبال إنها سفينة نوح وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين هي آية واحدة لكنها رسمت لنا ادراما كاملة مفصلة وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وحال بينهما الموج فكان من المغرقين في الباب السادس والعشرين من علل الشرائع عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن النجف كان جبلا الإمام يشير إلى أرض النجف وأرض النجف إلى يومنا هذا هي أرض عالية مرتفعة بالقياس إلى أرض الكوفة مثلا إن النجف كان جبلا أتعتقدون من أن المهندسين في النجف يقولون من أن أعلى ما في بناء مزاري مسلم بن عقيل يعني أعلى المنارات يأتي مساويا لمستوى الصحن العلوي هكذا يقولون أنا لست متأكدا بالقياس العملي من هذا ولكن الخبراء في الهندسة يقولون هذا من أن أعلى منائر مسلم بن عقيل تأتي مساوية لمستوى الصحن العلوي في النجف فالنجف لا زالت أرضا عالية إلى يومنا هذا إن النجف كان جبلا وهو الذي قال ابن نوح في الآية قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء فأراد أن يعتصم بهذا الجبل لم يكن في ذلك الوقت يسمى بالنجف هذه تسمية متأخرة هناك جبل عال فأراد ابن نوح أن يعتصم به من الماء وكانت الأمواج عالية كالجبال مثل ما وصف القرآن لنا وهي تجري بهم في موج كالجبال ولم ولم يكن على وجه الأرض جبل أعظم منه فأوحى الله إليه أوحى الله إلى الجبل يا جبل أعتصم بك مني قطعا هذه التعابير على سبيل التقريب فإن الله لا يوحي إلى الجبل بهذه الطريقة هذه على سبيل التقريب فأوحى الله إليه يا جبل أعتصم بك مني فتقطع قطعا قطعا إلى بلاد الشام يعني أخذته أخذته الرياح أخذته المياه أخذته الطبيعة باتجاه بلاد الشام وصار رملا دقيقة وصار بعد ذلك بحرا عظيما صار منخفضا وكان يسمى ذلك البحر بحر ني ثم جف جف هذا البحر ثم جف بعد ذلك فقيل ني جف فسمي بنجف باعتبار أن هذا التعبير يكون ثقيلا ني جف فللتخفيف وللتسهيل قيل نجف ثم صار الناس بعد ذلك يسمونه نجف لأنه كان أخف على ألسنتهم فابن نوح أراد أن يعتصم بالجبل وما أراد أن يعتصم بالسفينة هذا هو حال مراجع النجف وكربلة حين نقضوا بيعة الغدير وتركوا تفسير علي وآل علي واعتصموا بالمنهج العمري في تفسير القرآن فضلوا وضلوا وهلكوا وأهلكوا معهم الشيعة هذا هو الذي حدث فتركنا إمام زماننا لأنفسنا ولهؤلاء السفهاء السفلة الذين عبثوا بديننا منذ زمان الطوس وإلى هذه اللحظة والحكاية في النجف أيضا هذه رموز رموز واضحة والقرآن بحسب المنهج العلوي في التفسير يجري مجرى الشمس والقمر يجري مجرى الليل والنهار له مطالع وله مجاري فابن نوح أراد أن يعتصم بالجبل وإمام زمانه نبي زمانه أبوه نوح ماذا قال له قال يا بني اركب معنا من ركب في سفينة نوح النجا ومن تخلف عنها غرق إنما مثل أهل بيتي في هذه الأمة فيكم مثل سفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين مذجنح كثير منكم يا مراجع الشيعة جنحوا ذهبوا إلى معزل إلى جبل مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة السلف الصالح كانوا في السفينة وأنتم جنحتم إلى ذلك الجبل جنحتم بعيدا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم العهد المأخوذ على ابن نوح أن يركب في السفينة نبذه وراء ظهره كأنه لا يعلم كأنهم لا يعلمون هذا هو الذي فعله ابن نوح لأن ابن نوح ما قال لأبيه من أنني لن أغرق ومن أن الماء لن يخيفني كان عالما بأن الغرق سيكون مصير الذين لا يصعدون في السفينة ولكنه قال بأنه سيأوي إلى جبل كي يعصمه من الماء أراد أن يستعين بشيء آخر وهذا هو الذي يفعله مراجع الشيعة منذ سنة 448 تركوا عقائد العترة تركوا حديث العترة تركوا تفسير العترة تركوا فقه العترة تركوا فتاوى العترة وذهبوا إلى جهة أخرى ذهبوا إلى العيون الكدرة القذرة ألا لعنة الله على منهجهم القدر ألا لعنة الله على منهج مراجع النجح في منهج الضلال والنقض لبيعة الغدير هذه حقائق وأنا قد أثبتها بمئات الوثائق ومئات الساعات يمكنكم أن تعود إلى برامج المنتشرة على الشبكة العنكبوتية أقول هذا للذين لم يطلعوا عليها أو للذين يشاهدون هذه الحلقة لأول مرة فأوحى الله إليه إلى الجبل يا جبل أعتصم بك مني ماذا تقول الزيارة الجامعة الكبيرة ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله الاعتصام بهم كيف يكون أن نعتصم بقرآنهم المفسري بتفسيرهم لا أن نعتصم كما فعل أغبياء وسفهاء النجف من آيات الله العظمى هؤلاء المسخرة هؤلاء ما هم بآيات الله العظمى هؤلاء كل كل واحد منهم ينطبق عليه هذا العنوان مطية الشيطان العظمى امتطاهم وجعلهم وسيلة لتضليل الشيعة في عقائدها يخرجون لنا خطباء الضلال ووكلاء الضلال كي ينشروا ضلالهم كتبهم تدل على ذلك فتواهم تدل على ذلك حربهم لحديث العترة الطاهرة يدل على ذلك في يوم غد سأطبق لكم تطبيقا عمليا تعرفون كيف ان هؤلاء السفهاء من مراجع حوزة الطوسي يضحكون عليكم سآتيكم بكتبهم وسأقوم بعملية تطبيقية بين ايديكم عبر البث المباشر وامام اعينكم والبخير منهم خلي رت لانني سآتي بكتبهم ومصادرهم والبخير منهم خلي رت انتظروني يوم غد لكنني سأكمل حديثي معكم فغرق ابن نوح وماذا كان النداء الالهي وقيل بعدا للقوم الظالمين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين يفترض في نوح أن يعرف من أن القوم الظالمين عنوان لكل الذين غرقوا ومن بينهم ابنه لكن نوح يستعمل ميزانا لتقييم الرجال هذا نوح هو شيخ المرسلين ونوح هو أفضل من إبراهيم بحسب القرآن وبحسب أحاديث العترة نوح هو شيخ المرسلين نوح هو أفضل الأنبياء والمرسلين من شيعة محمد وآل محمد صلوات الله عليه هو شيخ المرسلين هو أفضل الأنبياء والمرسلين من شيعة محمد وآل محمد صلوات الله عليه وهو أعلم الأنبياء أعلم من إبراهيم وأعلم من موسى وأعلم من عيسى هو أعلم أولي العزم من الأنبياء المرسلين من شيعة محمد وآل محمد صلوات الله عليه ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين إذا كان نوح الذي هو أعلم الأنبياء المرسلين من أولي العزم من شيعة محمد وآل محمد ليس قادرا أن يقيم ابنه والله يقول له إني أعظك أن تكون من الجاهلين بالله عليكم السستان اللي قاعد بزويته بالنجف كيف يستطيع أن يقيم رواة الحديث قبل 1400 سنة الخوء اللي ما يدري بأولاده شانوا يسوون على السطح أنا لا أحدثكم عن قضايا رمزية لا هذه عقائق كانوا يسوون ما يسوون على السطح الخوء ما يدري بأولاده شي سوون على السطح شلون يعرف الرواة قبل 1400 سنة لا توجد فيديوات لا توجد كتب لا توجد مصادر لا توجد مصادر عن الرواة لا توجد كتب كيف يقيمهم وهذا التقييم راح يطلع من فوق من جوه هذا التقييم الرجالي في كتب الرجال لا قيمة علمية له هذا بمثابة غازات الناس تخرجوا غازات بطونها من أسافلها ومراجع النجف وكربلا يخرجون غازات بطونهم من أفواههم فيما يدرسونه ويكتبونه في علم الرجال نبي هو ليس قادرا على أن يقيم ابنه الله سبحانه وتعالى يقول له يا نوح إنه ليس من أهلك لماذا تقول إنه من أهلي فنوح لا يحسن تقييم ابنه يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم هذا علم الرجال الذي عندك ما هو علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين هذا الجهل لهذا السبب أقول لكم من أن علم القنادر عند مراجع النجف ما هو بعلم هذا نوح للنبي من الأنبياء المرسلين من أولي العزم أفضل الأنبياء المرسلين من أولي العزم في سورة الصفات أعطيكم دليلا من القرآن من سورة الصفات تشير إلى فضل نوح على الأنبياء إبراهيم أبو الأنبياء في سورة الصفات في الآية الثالثة والثمانين بعد البسملة وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لِإِبْرَاهِمْ من شِيَعَتِهِ من شِيَعَةِ نُوحِ أقرأوا السياق الآيات المتقدمة تتحدث عن نوح وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ تَسْتَمِرُّ الْآيَاتِ وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لِإِبْرَاهِمْ قطعا هناك مطالع أخرى للآية وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ مِنْ شِيَعَةِ عَلِيًّ وورد هذا في أحاديثهم الشريفة ولكن بحسب السياق اللغوي وهذا مطلع من مطالع القرآن بحسب هذا المطلع مطلع السياق اللغوي فالضمير هنا في شيعته يعود على نوح النبي فإبراهيم في القرآن معدود من شيعة نوح فنوح هذا الذي هو أشرف الأنبياء المرسلين من أولي العزم وأعلمهم وهو شيخهم شيخ المرسلين هكذا نسلم عليه في زيارته اقرأوا زيارته في مفاتيح الجناء كيف تسلمون على نوح حينما تزورونه في النجف السلام على شيخ المرسلين هو شيخ المرسلين من أشياع محمد وآل محمد فنوح هذا ميزان تقييمه الرجالي وهو يقيم ابنه لا يقيم شخصا بعيدا عنه فإن الله يقول له إن تقييمك ليس صحيحا لأن نوحا هكذا قال إن ابني من أهلي ماذا قال له الله يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم هذا علم التقييم عندك هذا جهل إني أعظك أن تكون من الجاهلين بالله عليكم إذا كان نوح بهذا الحال الخوئي والسيستاني ومحمد باقر الصدر الذين لا يعرفون وكلائه ولا يعرفون ماذا يفعل أولاده ولها يعرفون أي شيء عن الذي يجري في قلوب الناس كيف يقيمون رواة الأحاديث قبل ألف أربعمائة سنة ما هذه هي المهزلة التي قضت على ديننا لماذا فعلوا هذا لأنهم نقضوا بيعة الغدير وركضوا وراء منهج الشوافع والمعتزلة هذا هو الذي جرى علينا أقرأ عليكم هذه الرواية وبعد ذلك أودعكم كي نلتقي في حلقة يوم غد وهي حلقة مهمة جدا في الباب الثالث والعشرين من علل الشرائع بسنده عن عبد السلام بن صالح الهروي عن الرضا عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال قلت له عبد السلام الهروي يسأل الإمام الرضا لأي علة أغرق الله عز وجل الدنيا كلها في زمن نوح عليه السلام وفيهم الأطفال ومن لا ذنب له فقال ما كان فيهم الأطفال لأن الله عز وجل أعقم أصلاب قوم نوح وأرحم نسائهم أربعين عاما فانقطع نسلهم فغرقوا ولا طفل فيهم ما كان الله تعالى ليهلك بعذابه من لا ذنب له وأما الباقون من قوم نوح فأغرقهم لتكذيبهم لنبي الله نوح هؤلاء الذين كذبوا وحاربوا وسائرهم أغرقوا لماذا برضاهم تكذيب المكذبين هم لم يواجهوا نوحا بشكل مباشر الذين واجهوا نوحا جمع من قومه الأعم الأغلب خصوصا وأن نوحا عاش قرونا ذهبت أجيال وجاءت أجيال وسائرهم أغرقوا برضاهم تكذيب المكذبين ومن غاب عن أمر فرضي به كان كمن شاهده وأتاه أنا أقول لكم هذه الشاشة أتحدث عن شاشة القمر الفضائية الشاشة الوحيدة التي تحدثكم بحديث أهل البيت من دون مجاملة والجميع يحاربونها وأنتم تعرفون ذلك أنتم مشاركون معهم في حرب حديث أهل البيت أنا لا أتحدث عن نفسي أنا لا قيمة لي أنا رقم من الأرقام في أية لحظة يمكن أن أخرج من هذه الدنيا ربما وأنا نائم في فراشي تقرصني دودة صغيرة يؤدي ذلك إلى موتي ما أنتم تشاهدون الموت في غاية السهولة في كل مكان أنا لا أحدثكم عن شخص أنا أحدثكم عن منهج فهذه الشاشة شاشة القمر تضع بين أيديكم منهجاً والجميع من المراجع ومن أصحاب العمائم القذرة ومن الأحزاب والمجموعات الشعية القطبية الجميع اتفقوا على حرب هذا المنهج أنتم تشاركون معهم عليكم أن تدافعوا عن هذا المنهج أنا أخاطب الذين يقولون إننا خدام الحسين خدام الحسين يفترض فيهم أن يكونوا حسينيين الحسيني لا بد أن يكون ناطقاً بالحق مهما واجهته الظروف هذا هو الحسيني الحسيني لا يصير كاولي مثل مصاديق كثيرة من الرواديد والشعراء كاولية كاولية يبحثون عن دراهم ودنانير عن دولارات سفلة الحسيني هو الذي يقف مع الحق والحق ليس معي الحق مع محمد وآل محمد الحق مع هذا المنهج إمامنا الرضا يقول وسائرهم أغرقوا الأكثر من الناس الذين غرقوا في طفان نوح لم يكونوا قد واجهوا نوحاً وحاربوه بشكل مباشر الذين حاربوا نوحاً الحوزة في زمانه حوزة تلك الأصنام التي أشار إليها القرآن وحدثتكم عنها وسائرهم سائر قوم نوح أغرقوا برضاهم تكذيب المكذبين ومن غاب عن أمر فرضي به كان كمن شاهده وأتاه وقت الحلقة انتهى أتمنى أن تكون المطالب التي عرضتها لكم في هذه الأجزاء الثلاثة في هذه الحلقة وفي الحلقتين المتقدمتين أن تكون المطالب نافعة ومفيدة زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي زهرائيون نحن يا بقية الله والعشق كربلائي أسألكم الدعاء جميعاً في أمان الله